موسيقى مشاهدين مرحبا بكم مجددا ثمان سنوات من الحرب والمعاناة والصرع ومئات الآلاف من الشهداء والقرحة والمعوقين والمصابين والمجانين والمشردين حول العالم من اليمنيين وأسوأ أزمة إنسانية ومجاعة تمر فيها دولة في العالم موجودة في اليمن ظروف اقتصادية صعبة وظروف نفسية حتى منظمة الأخلاق تأثرت بشكل كبير هناك تحريض على الاقتتال وعلى العمد أخبار مبللة فتاوى مسيسة تجار حروب يقيمون مصانع وشركات ويقتاتون من دماء اليمنين منظمات دولية تنشط للتبشير ولسلخ اليمنين من هويتهم كل هذه بسبب الحروب اليوم نحاول أن نتحدث عن كيفية تطهير اليمنين لقلوبهم كيفية إعادة منظومة الأخلاق الإسلامية التي فقدناها في ظل هذه الحرب كيف يمكن قبر الضرر كيف يمكن خلق الصلح ما بين اليمنين والسلام وحقوق القيران مع فضيلة الحبيب علي ذين العابدين القفريم رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارة للحلقة الثانية ولأول مرة في برنامج بلا رحمة مرحبا بك وأول حلقة يكون معانا الضيف يعني مرتين نستطيفه وصراحة نحن نسعداء الكلام معك لا يمل ويلامس معانتنا كامل حياك الله وبارك فيك وبارك في المشاهدين والمتابعين والطاقم الذي يعمل وودت لو أن البرنامج جسمان غير اسم بلا رحمة لأن أحواج ما نكون إلى الرحمة الآن كويسنا كنا ببهتنا هذه الحلقة بتكون شعارها ولا تقنط من رحمة الله إن شاء الله يعني الأمر يعتمد على الرسالة التي بتقولها وانت ترد على سؤالنا التالي كيف يمكن لليمنيين أن يطهروا قلوبهم بعد كل هذه الأوقاع وبعد كل هذه الفتارات والأحقاد الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا جميعا كلنا بحاجة إلى طهارة القلوب فالنقطة الأولى والأساس في الجواب على سؤالك أن يدرك كل واحد منا وأن يتأكد وأن يتيقن أنه محتاج إلى طهارة القلب القلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى وإذا نظر الله إلى قلوبنا فوجد فيها أنها تتعشق الطهارة وتتعشق النقاء وتتعشق النور وتتعشق القرب فإنه لا شك سيلهمنا إلهامات التوفيق ما نتحقق بسببه بذلك فهذه النقطة الأولى النقطة الثانية أن ندرك إدراكا حقيقيا أن البغضاء والكراهية والأحقاد والإطلاق العناء للغضب الغضب لا بد أن نغضب لأنه بشر من استغضب فلم يغضب فهو حمار يقول الإمام الشعف فالغضب طبيعة بشرية لكن القضية كيف تملك الغضب ولهذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن استوصاه لا تغضب لا تغضب لا تغضب قال فما زال يكررها مرارا لا تغضب ما معنى لا تغضب أي لا تسمح للغضب بأن يسيطر عليك فتطهير القلوب من البغضاء والكراهية واستيلاء الغضب على صاحبه من الأحقاد من الكبر من الترفع ما بتدين أو بنسب أو بمال أو بجاه أو بسلطة أو بأي إن كان كل هذه يسمونها أمراض القلوب هي تسبب الكوارث التي نعيشها اليوم وأقول لها أقول عبارة كل أزمة على المستوى الفردي على مستوى الأسرة على مستوى المجتمع على مستوى الوطن على مستوى المنطقة على مستوى العالم اقتصاديا سياسيا اجتماعيا أيا كانت كل أزمة من هذه الأزمات سببها الحقيقي نفوس لم تتهذب نفوس لم تتزكأ لا يزال حقد أو طمع أو غضب مستولي عليه هو الذي يتحكم في تصرفاته وحينئذ يحصل ما يحصل كيف تتهذب تتزكأ هذه الأنفس؟ تهذب هذه الأنفس بالتزكية وهذا هو الذي كنا نتحدث التزكية سلوك سير إلى الله سبحانه وتعالى أن نعرف ما هي أمراض القلوب نفرق بين ما هو الفاوض كيف أميز بين الإخلاص وبين الرياء أميز بين التواضع وبين الكبر أميز بين شهود المنى لله والعجب كيف أعرف هذا علم ينبغي أن ندرسه ينبغي أن نستمع إليه كنا سجلنا حوالي تسعين حلقة في ثلاثة أجزاء ببرنامج اسمه أيها المريد وهو متاح مجانا في اليوتيوب كانت الفكرة من هذا البرنامج أن نعيد صياغة التعبير عن هذا العلم علم التزكية بلغة تكون أقرب إلى قابلية الفهم فهذا منهج نسير عليه نحن بحاجة نحن نقاتل ما يتعلق بأيها المريد أقصدني مثل مواطنة بسيطة يعني أيها المريد بسيط نحني عشان طهر قلبي خاصة أنني كنت محرضة في هذه الحرب كيف طهر قلبي أولا التوبة الندم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التوبة الندم على أخلاف في صحة الحديث لكن المعنى صحيح أن يرى الله في قلوبنا ندم على الخطأ الذي كان منه ثم الإقلاع عن فعل نفسه ثم العزم على عدم العودة إليه ثم إذا كان هناك شيء يترتب عليه حقوق للآخرين رد الحقوق إلى أهلها أو طلب مسامحته من أمكن هذا اللي يسمونها التوبة طوابط التوبة فأول شيء أن نتوب إلى الله عز وجل من ذلك كله الأمر الآخر أن نساعد غيرنا عن يتقبل هذه المسألة أنت الآن في بيتك أنت الآن في منزلك أخواتك أبنائك جيرانك المجتمع الذي حوالك دعونا ننشر فيما بيننا ثقافة المحبة والمسامعة أيها يا جماعة العفو والمسامحة ليس ضعفا كما يروج له البعض العفو والمسامحة قوة بدليل أنها صعبة لو كانت ضعفا ما كانت صعبة وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم المهم حتى لو قتلوا ابني أنا أعلم أن هذا السؤال التي ستسمعني الآن أو يسمعني الآن ممن فقد ولدا أو أخا أو زوجا سيقول أنت لم تذق ما ذقناه من الآلام فيسهل الكلام سهل صحيح الكلام سهل لكن أنا أقول لك أن هناك أناس ذاقوا هذه الآلام وستطاعوا أن يسامحوا لكن حتى يتحول هذا الأمر إلى شيء عملي نحن بحاجة إلى ما يعبر عنه باللغة المعاصرة بالعدالة والمسامحة بمعنى العدالة والمسامحة هناك أكثر من طريقة لمعالجة ما بعد الحروب إن شاء الله ستنتهي هذه الحروب قبل الضرر مثلا تخذف الضحايا الحروب ستنتهي الحرب في إيمن ستنتهي ستنتهي شاء جدا أنها ستنتهي الخسائر كانت كبيرة الفقير على يقين أنها ستنتهي وما يملأ لك قلبك بس تتوقع قريبا ستنتهي قريبا ستنتهي قريبا والشباب أغلبهم ما عادوا يصدقون الأكاذيب فلا الذي يقول لك أنت تجاهد في سبيل الله لتقتل الصحي وأمريكيين صادق يكذب ليس جهادا وليس إخوتك الذين أمامك صحي وأمريكيين ولا الذي يقول لك ستجاهد في سبيل الله وتقاتل المجوس صادق كذاب إخوتك الذين أمامك ليسوا بمجوس ولا قاتل الجيران ولا هذا على حق ولا الجيران هذه كلها ليست صحيحة هذه تفلس وتحدثنا حول هذا الأمر في اللقاء الذي مضى فالحرب ستنتهي تنتهي الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفصل لنا أنه عند انتهاء أي نزاع مسلح أيوه أو قتل لا بد من معالجة الأثار كيف؟ لما كان الموقف موقف منتصر ومغلوب كان الزمان بيد المنتصر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في فتح مكة وقال ما تظنون أني فائل بكم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء ثم أعلنها أن كل دم في الجاهلية خلاص أسقط وبدأ بدم رجل من بني هاشم ابن عمي قال أسقط دم فلان كل الرباع في الجاهلية أسقطه وبدأت برباع أمي العباس فانتهى هذه في حالة ماذا؟ غالب ومغلوب المعركة التي في اليمن لن تنتهي بغالب ومغلوب وأحد أسباب استمرارها وطولها توهم كل طرف أنه سيستطيع حسم المعركة هي ستنتهي غالبا أو على الأرجح بطريقة التفاوض بين الناس في هذه الحالة نحن نعود للأصل النبوي أنه لن تستقر البلاد إلا بوجود عدالة بمعنى بوجود حل لآثار جبر الضرر عدالة تصالحية أيها العدالة التصالحية طيب إيش الحل البديل مدام ما في غالب يسامح المغلوب لأنه يكفي أنه انغلب خلاص إذا انغلب ذل فيصبح المسامحة هي العلاج كيف يمكن عمل المشكلة؟ نرى النماذج المعاصرة مثلا الذي حصل في راوندا المجازر التي حصلت في راوندا بين التوتسي والقبيلة الثانية نسيت اسمها القبيلتين اللي راح في حوالي مليون قتيل على نزاع قبلي ما هو ديني ولا وطني نزاع قبلي الساسة لعبوا فيه ودول من الخارج كانت تستثمر في الموضوع وأوروبية تدعي حقوق الإنسان كان لها دور في هذه المسألة وبعدين يجي يعطونه نحن دروس في حقوق الإنسان كانوا سبب في مقتل مليون إنسان في أقل من سنة في دولة واحدة غير الناس في دولة واحدة أقل من سنة كيف تصالحوا فيها؟ كيف ستسويوا في المسألة هذه؟ كانوا يجعلون المخطئ يعترف القاتل الذي أخطأ أو المغتصف الذي اغتصد كان يأتي أمام المظلوم أو أهل المقتول أو المرأة الذي اغتصدها متعطئ الرأس ويعترف أنه فعل ذلك ويطلب المسامحة اعترافه هو أنه أخطأ يعالج شيء كثير من الجراح التي في قلب الطرف الذي أمامه وكان رجال الدين يعملون على تذكير الطرف الآخر قبل الجلسة يحضرونه بفائدة المسامحة نحن بحاجة أن يحصل شيء بما يتناسب معنا نحن عندنا في اليمن طريقة عرفية لجبر هذا النوع من الضرر العرفية ليس ما يحصل مؤخرا من التجار بعض مشايخ القبائل للمسألة في الفلوس وهو يأخذ نسبة منها سهل الكبش لكن فكرة أنه يدفع ديها مضاعفة من ريش ونسبة روح للي حكم بالموضوع بين القبائل هذا ليس هو المقصود المقصود أن يحياء العرف الراقي الذي عندنا في قبائلنا وأن المتصل بديانتنا يمكن أن يأتي معتريفا وهو مطاطئ الرأس أنه لا تشتوا تأخذوا حقكم أنا جاهز هذا موجود في قبائلنا أنت تشاهدي حتى موجود في بعض المقاطع في يوتيوب وغيره ما لك من حق خذوا من رقبتي يجيب ابنه القاتل ويحطه على الأرض ويقول طرف الم... حكمتك تشتي تأخذ حقك خذ أنا جبت ابني وانت لك الحق هنا يجي الرقي والعرف الذي عندنا والشهامة يبدأ التسامح ويقول خلاص أعتقت هذه الرقبة لوجه الله لماذا يفعل هذا لأن ذاك الطرف الذي كان عنده شعور بالمرارة والظلم شعر بأنه ممكن من أخذ حقه حينئذ ثورة الغضب تقل وإذا قلت ثورة الغضب يكون هناك قابلية المسامحة خصوصا إذا غذيت بخطاب له صلة بكلام الله عز وجل بكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم الله تعالى يقول وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله الله يغرين بالعفو يعني يغرين ما تحبون أن يغفر لكم عفو عن الناس عندما أذكر الناس بأن العفو فيه ثمارة في الآخرة فيه ثمارة في الدنيا هذا التذكير ستكون له فائدة أكبر أو سيكون مؤثر على الإنسان في المسامحة فيما لو أعطي حق فيما لو أعطي حق أن يأخذ حقه بمعنى أن يقتص له أنت بغيت تقتصر أقصاص ممكن أن يتم راضاته الذي أقصده أن يشعر أنه لم يتجاوز حقه لم ينسى حقه بمعنى أن لم يتجاهل ما له من حقه كما يقولون عندنا في البلاد أنه دمه ما راح فيته فيته يعني ما هو بالنسبة كأنها ميتة من الحيوانات ذهبت وانتهت المسألة فيشعر أن هذا الشيء له تقدير لكن سامح وعفو هذا مجرد اقتراح لصورة ممكن تكون صور أخرى أفضل منها تدرس لكن هي هذه الفكرة ليش ما يكونش فعل يعني ليش الحبيب علي القفري ما يبادرش هو بعض العلماء خلي الحرب تكمل خلي الحرب أول تنتهي هذا الكلام لا يكون في وقت الحرب كبه تنتهي دي ما بدرتم شنتم يا سيدتي هذا مرة أخرى حتى أذكرك مرة أخرى هذا لم يكن جوابا على كيف ننهي الحرب هذا كان جوابا على كيفية معالجة أثار الحرب عند انتهاء الحرب أيضا تمام عند انتهاء الحرب كيف يمكن أن نعالج جراحات لو تركناها يمكن أن تكون مادة لحرب أخرى لا قد رضا يعني ما الذي يجعل الحرب تؤجر أن يكون سلام عادل ومنصف اعترعاف بحقوق الناس الذين وهدرت حقوقهم حل القضايا بقدر المستطاع عدم تجاهل قضايا الناس سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية ترك طريقة الاستهتار بجروح الناس بألام الناس لما تحدثنا عن العقوبة بنا أرى كيف يا سيدتي ما تكلم عن العقوبات أبدا لا أنا مثلا لو رفضتني لو استمريت في الحق وستمريت في الحرب أش قزائي عند الله أو أش قزائي بين أن أعلى التركة الإسلام يا سيدتي مرة أخرى لدينا مشكلة متراكمة في بلادنا وهي أن هناك ثلة ومجموعة من أصحاب السلطان والمال من مختلف التوجهات لديها استخفاف لجراح البشر لألام البشر هذا الاستخفاف يجعل من السهل أن يستغلوا البشر في قتال إما باسم دين أو باسم وطنية أو باسم قبيلة ثم يستخفون أيضا بما نتج عن هذه الحروب يستخفون بمظالم الناس بقضايا الناس الناس بحاجة إلى أن يشعروا بأنا بآدميته نريد أن أقول لك شيء نحن في بلادنا المواطن يفقد آدميته ولا تتوقع من إنسان دست آدميته أن يتصرفه بآدمية لا تحاتب هذا الذي جنن أو يقتل أو ينتحر أنت دست آدميته لأربعين وخمسين سنة لابد كي يتعامل الناس بآدمية أن تحترم آدميته تب حذرهم في معك رسالة تحذر هؤلاء الناس الذين يستهينوا بمعاناة اليمنيين أشأ العاقبة التي ستصرف ينظروا وهي مسألة اعتبار ينظروا إلى من سبقهم ينظروا إلى من سبقهم يعني الذين استخفوا بجراحات البلاد وأهلها على خمسين سنة مئة سنة مئة سنة مئة سنة ماذا كان مصيرهم في الدنيا قبل الآخرة ثم بعد ذلك في الآخرة إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل وما هي المتعة يعني ما هي السعادة مال هناك طاقة معينة للاستفادة من المال أنتم عندكم من الأموال ما يفوق قدرتكم على صرفها ما هي المثالة السلطة السلطة تنتحي يعني هذا الشيء تافه سخيح تنتحي إما سحبت منك وإلا أنت سحبت منها بالموت يعني المسألة مسألة الاعتبار والمسألة صح اندوار ما فرحت أنت اليوم بأن غيرك ذاقه ستذوقه أنت قريباً يعني سيصل أما الخطف الإسلامي والتراث الإسلامي لكل زمان ومكان ما هي ضوابط التأسيس لحوار عادل الموجودة في التراث الإسلامي اللي ممكن أن تنصح بكل الأطراف بما يكتموا على طاول الجدال بالتي هي أحسن تصحيح النية في القلب الذي هو مطلع الحق عز وجل عليه أني نيتي من ذلك نريد إلا الإصلاح ما استطعت إن كنت بالفعل تريد الإصلاح إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما حتى في مشكلة زوجة أو زوج صادق بنية الإصلاح يجعله الله سبب في ذلك فصدق النية أهم شيء تجرد مش أقول التجرد محاولة التجرد عن أطماع الشخصية بمعنى محاولة الاقتراب من الموضوعية أثناء الجدال والحوار أو الاكتفاء من السرقة سأقول لهم الاختيار الألفاظ التي تساعد على التجميع والتفريق أخذ الأخلاق النبوية بمحمد الجد ليست أخلاقاً دبلوماسية أخلاقاً نبوية لا معنى الفرق أخلاق دبلوماسية لأجل الظرف أخلاق نبوية شيء عامل به الله حتى لو غيري عاملني بعكس هذه الأخلاق أنا لا أرجع عن أخلاقي لأن غيري لم يحسن التعامل معي بالأخلاق لأن تعاملي بالأخلاق هذه عبادة عبد الله بها مبدأ بالنسبة لي عند النقاش التخلي عن أنت وأنا طيب أنت الحلقة الماضية أو اللقاء الماضي قلت لنا جرس صنفت الناس وقلت سنة وشيعة وثلفية وشافعية أيوة التصنيف موجود وينبغي أن يكون موجوداً والتنوع موجود وينبغي أن نقبل التنوع وقد قلت وأنا قلت أننا لا نريد نقصي أحد لكن نريد أن الجميع يقبل الجميع نكف عن تكثير بعضنا عن تشريك بعضنا عن إهدار دم بعضنا عن استسهال الخطف عندنا في حضر موت الخطف الآن له ثلاث أربع سنوات كل شوية يخطفون عالم من علمائنا يخطفون داعية من دعاتنا هذا السيد الدكتور طاهر العطاس عالم من العلماء ما لدخلها في سياسة ولا في غيرها إلى الآن مغيب وخطف ومر الخطفون في منطقة قيادة المنطقة الأولى تحت مسامعهم وأبصارهم وما فعلوا شيء ما تتوقع خلف هذه الاختطافات التي يتعرض لها العلماء في حضر موت المنطقة المسالمة وفيها علماء مسالمين اللافتة هي القاعدة اللوحة ولكن كلنا يعلم في اليمن السر الذي يعلمه جميع اليمنيون أن القاعدة مخترقة من الجهتين التي تتصارع هناك أجنحة من القاعدة لهم صلة بالحوثيين وهناك أجنحة من القاعدة لهم صلة بالإصلاحيين أو بالدولة أو بالحكام وبالمؤتمرين وبالجميع فالقاعدة الكل هي مقاول مقاول للجميع فأحد من يريد أن يوجد هذه البذبلة عندنا في حضر موت يتقصد علماءنا من فترة قتلوا شخص قتلوا أربعة أو خمسة مننا خلال خمسة سنوات الماضية قتلوا أربعة أو خمسة مننا اختطفوا العديد من علمائنا أشأ الهدف ليش؟ لش هذه الحملة يتوصل لذرقة القتل وسبك الدماء؟ هذا المنهج إلى الزيادة ليس إلى أناقص المنهج إلى انتشاره إلى زيادة وكلما آذوا أهله وكلما ازداد ولابد أن يعلموا وإيش بيخسروا الآخرين لو زادوا المنهج؟ لابد أن يعلموا شيء نحن لن نازع أحد على شيء نحن لا ننازع أحد على شيء ليس فقط على سلطة نحن لا ننازع أحد على شيء لا على سلطة ولا على مال ولا على مجاهة ولا على مكانة ولا على بشار حتى أحد اقتنع يكون معكم يتفضل يروح ربما أيام الشباب قالوا أحد مننا يتحمس ويرد وكذا لكن الآن وصلنا إلى قناعة لأنه لا ننازع أحد على شيء يعني أطراف الحرب اتفقوا لم يتفقوا إلا ضد الصوفية لا أزعم هذا لكن لا بس هو واضح طالما مناطق تحسيطرة الحوتين يتم استدافة الصوفية مناطق تحسيطرة الطرف الآخر يتم استدافة الصوفية ربما لكل طرف يريد مننا أن نكون مع طرف بمعنى نحن رفضنا أن نكون طرفا ولا نزال نرفض وسنرفض لن نكون طرفا لا في هذه الحرب ولا في أي نزاع على سلطة وهذا الكلام يعني لا يروق لأناس في الداخل ولا يروق لدول في الخارج نحن لم ولن نكون طرفا في أي نزاع طيب معنا هذا أنتوا سلبيين لا ما هو سلبيين بالعكس نرى أن الإيجابية الحقيقية أن يكون موقفنا أن نرفض أن نكون طرفا وأن نفكر في كيفية البناء بناء الإنسان كلامي قاسي أليس صمتكم على القرائمة التي تقترب بعضكم سلبية؟ ضد إيش؟ صمتكم على القرائمة التي تقترب ضد بعضكم يعني خيلة العلماء لازم يكون في موقف لازم يكون في طريقة لإحمانة العلماء نحن تكلمنا تكلمنا في وسائل الإعلام وحملنا الدولة رسميا المسؤولية وعندما اختطف الأخ عبد الله مولد الدولة وفصعت التلفاز وحملت نائب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت المسؤولية بالدرجة الأولى هو رئيس الجمهورية نعم حملته في ذلك الوقت المسؤولية لأن المختطفين اختطفوا من خلال المنطقة التي هي تحت إدارة منطقة المنطقة الأولى وذهبوا بالمخطوف ومختطف إلى مارب فالمسألة كانت جالية وواضحة والحمد لله وفرج عنه ورجع ولا يزال الخطف مستمر لا يزال مستمر لما خطفوا ايش طلبوا منه ولا شيء بس إرهاب يعني تخويف مرة أخرى هناك مشكلة لدى البعض أننا لسنا طرفا في الصراع وأننا مع كوننا مع كوننا لسنا طرفا في الصراع المنهج له انتشار بين الناس وله قبول والناس تثق في هذا المنهج ومنهجنا الحمد لله مستمر سواء في المناطق الشرعية أو في مناطق الحوثية أو حول العالم حتى أنا تكلم كنت عن اليمن أيوة أو حول أما مسألة حول العالم فالحمد لله يعني التكاثر الداخلي كمان في ظن تكاثر خارقي أنت تكلمين عن فكرة الاختطاف أيوة الاختطاف هذه المسألة أنه المنهج إلى انتشار والناس تثق وتجد أن الذي يخاطبهم يخاطبهم بديانة لا يريد منهم صوت انتخابي ولا يريد منهم يحملوا له بندقية يريد منهم يصدقوا مع الله سبحانه وتعالى يصفهم قلوبهم يريد منهم أن يرتقوا في معاملتهم مع الله أن يعملوا على تسكية أنفسهم أن يساعدوا غيرهم وأن يمدوا يأهديهم إلى المحتاج ما خاطبهم به الشرع المصول محاسن الشريعة من يدعم دعاة الصوفية؟ يعني مثلا في كثير من الأشياء مدعومين من إيران في بعض من السنة كانوا مدعومين من سعودية وقطر من يدعم دعاة الصوفية؟ نحن لا توجد دولة تدعمنا كدولة لا توجد دولة تدعمنا كدولة يوجد أفراد يساعدوننا نعم توجد بقايا ألقاف نعم يوجد أبنائنا نحن أيضا من يعملون في مجالات التجارة ومجالات يساعدون الدعوة التي هم يقومون بها ومتطلبات الدعوة عندنا ليست بالغة الكلفة بالنسبة لعمالنا نحن لا نحتاج إلى تسليح ولا نحتاج إلى بنوك نسبي كلفة بالأرواح والاختطاف والأمن الداخلي يعني لما الواحد مقرد يقول نصوفي واختطاف من قبل مسؤولية الدولة أشعاد باقي كثير منك لما عندنا دولة نحن لا توجد عندنا دولة وهذه أزمتنا الفقير إلى الله عندما وقفت أعلنا مع الجيش المصري بعد الأحداث التي حصلت بعد ثلاثين ستة وقلت موضوح أنا أؤيد الجيش المصري اتصل بي بعضهم وقال أنت قلت لن يكون لك موقف سياسي فما هذا قلت هذا ليس موقفا سياسيا قالوا أنت دعمت النظام قلت لم أدعم النظام المصري موقف سياسي ولا إيش من موقف تمام فرصة تشتقولي كده لا بحق حقك أخيرا قلت حاجة فيها حماسة قلت لهم هذا ليس موقفا سياسيا لأنني لم أدعم النظام إنما دعمت الدولة مفهوم بقاء الدولة وأنا من بلد أنا إنسان مواطن لبلد يدفع المواطن في داخلها ثمن أنه لا دولة له الناس لم تعود تفرق بين مفهوم النظام ومفهوم مؤسسات الدولة لو كان جيشنا جيشا وطنيا مؤسسيا ليس مجرد أقسام لها انتماءات متعددة لما كان اليمن وصلت إلى ما وصلت لا كان في جيش يشد علىه محليا لا استطاع الجيش لا استطاع الجيش أن يحسم المعركة الجيش بشكل واضح لم يكن جيشا موحدا فئة من الجيش تتبع فلانه وفئة من الجيش تتبع الحزب الفلاني وفئة من الجيش تتبع فلان الثالث المضاد له في التوجه لم يكن جيشا موحدا بأقيدة وطنية واحدة طب ليش ما فعلش هذا الموقف مع اليمن في 2011 ليش عملته مع مصر بينما اليمن أولى كان في هذا الموقف فعلته مع مصر في لحظة وقف فيها الجيش وحمى مصر ووجدت إعلام في الخارج والحركات الإسلامية وإعلام غربي أوروبي وأمريكي يحاول ضرب الدولة وهدمها من خلال ضرب الجيش فما تكلمت إلا لما رأيت الجيش وقف هنا في مصر موقفا واضحا لا هوادة فيه في أنه قرر يحمي البلد يحمي موجود شيء اسمه دولة تمازك دولة للأسف لم يكن لدينا جيش لديه هذه القدرة أنا لألوم الجيش هو لم يؤسس ليقوم بذلك أسس من البداية على تحاصصات في داخل البلد المدرعات تبع فلان والجمهوري تبع فلان والطيران تبع فلان وهنا موجودين أناس من الفئة الفلانية وهنا موجودين من الحزب والتوجه الفلاني لا يبنى جيش بانتماءات يعني أنت كنت مع فكرة هيكلة الجيش كنت لا 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 أبدا بالعكس هذه كانت جزء أيضا من زيادة اللعبة الفقير أتكلم عن شيء أكبر من هذا أتكلم عن تأسيس جيش وطني بعقيدة وطنية ما معنى عقيدة وطنية معنى عقيدة وطنية أن هذا الجيش لا ينتمي إلى أي نظام ولا ينتمي إلى أي أحزاب ويمنع أن يكون في داخله نشاط حزبي ويمنع أن يستغل لصالح نظام مهمة هذا الجيش حفظ الأمن القومي للبلاد وهذا الجيش تحت قيادة موحدة لا يتلاعب بها لا توجد صور فيها مثل عرائس وتحتها أناس التي تمضي ما تريد هذا معنى جيش في أي مكان في العالم أنت قلت ما عندك وانا يجب أن أمثل آخر في عام 2012 الرئيس هذه أمر باقتحم قناة اليمن اليوم ومسجد الصالح لو كان الجيش تبع فرد كانوا دافعوا عن اليمن اليوم دافعوا عن المؤتمر يا سيدتي أو ننتقل للغاية أنت يا سيدتي تتسحبيني إلى السياسة الآن أنا كنت أكلمك على صلة الدين بالسياسة وأنا مصر أن لا أغادر لا تتكلم بالسياسة معلش لحظة أنا أصر أن لا أغادر منطقة صلة الدين بالسياسة إلى منطقة السياسة المحظة عندنا في الدين أنه ينبغي أن تكون هناك دولة تحفظ الكليات الخمس إيش هي الكليات الخمس؟ الدين والنفس اللي هي الحياة حق الحياة والعرض الأنساب والعقل والمال هذه خمس مهام هذا كان موجود قبل ألفين ودعشة هذه يسمونها المقاصد الخمسة الدولة منوط بها أن تخدم هذه المقاصد الخمسة مسؤولية الدولة الدولة ما معناها؟ معناها مؤسسات معناها شعب معناها قيادة تمام؟ ومؤسسات حامية لذلك مثل الجيش مثل المؤسسات الأمنية لا يتم هذا إلا إذا كان الجيش بعيد عن الصراعات على السلطة الجيش عندنا لم يكن يوماً بعيداً عن الصراعات على السلطة لم ينجح أي نظام عندنا في اليمن قط في أن يوجد جيشاً بعيداً عن الصراعات اليومية على السلطة دعنا نتكلم عن مؤمرة الخارجية لأنه مرتبطة بالجيش وتحطيم الجيش ومرتبطة بألفين ودعشة لم يكن جيشاً حتى يحطم يا سيدتي اسمها الفوضة الخلاقة وكان علي عبدالله صلح التقى في قيادة الجيش في 21 يناير 2011 وتحدث عن الفوضة الخلاقة التي استهدفت الجيش واستهدفت الجيش في مصر واستهدفته في سوريا هذه المؤامرة الدولية وتفكيكة دولة العميقة التي دفعت باحتجاجة 2011 إلى أي مدى نجحت حتى الآن؟ الأصل أنك تسألي لكن تسمحي لي أن أسألك سؤال بناءاً على سؤالك تفضل لماذا نجحت في اليمن في ليبيا في سوريا لم تنجح في مصر؟ لماذا نجحت في ليبيا وفي مصر وفي سوريا؟ لا مصر لم تنجح لماذا لم تنجح في مصر هذا السؤال؟ جمع لماذا لم تنجح في مصر؟ هي المؤامرة على الكل صح؟ لماذا لم تنجح في مصر؟ لماذا سألتك هذا السؤال؟ ليأقول لك شيء المؤامرة موجودة منذ خلق بنا آدم عليه السلام إبليس يتآمر علينا المؤامرة لم تتوقف لكن أنا لا أستطيع أن أعتب على عدوي في إنفاذ ما يريده وإن كنت ضد ما يريده من باطل إذا كنت أنا الذي سمحت له أن ينجح لم ينجح في مصر لأن الجيش المصري جيش وطني منفصل عن تنازع تيارات السلطة القيادة في الجيش المصري أمامهم هدف واحد وهو حماية مصر لا يهمهم لا يهمهم من الذي سيحكم؟ ما لم يكن بقاءه في الحكم سيهدد أمن مصر حتى الوقت الفاصل وسنواصل بعد الفاصل برغم أنه لكل دولة لها ظروفها الاجتماعية المعينة والقبلية وسن ناقش ذلك بعد الفاصل مشاهدنا فاصل ونعود للحبيب علي جين العابدين القفري لا تذهبوا بعيداً مشاهدين مرحباً بكم مجدداً ونعود للحبيب علي القفري والفوضى الخلاقة وما تركته من آثار سلبية في المجتمع اليمني كنا نتحدث قبل الفاصل حول الفوضى الخلاقة وخطاب الرئيس صالح لقيادة الجيش حول الفوضى الخلاقة التي تستهدف الجيش خلي ما نضيعش وقت كثير في الجيش وندخل في لب الموضوع الآن السلام والمصالحة ألا يحتاج نوع من الأمل يعني إيش إيش موقفك أو رسالتك للناس الذين يأسوا من الفرق الذي قنطوا من رحمة الله طيب أولاً حتى نغلق موضوع الجيش أود أن أقول أن حديثي قبل الفاصل عن رؤيتي إلى أن إشكالية جيش لأنه لم يكن بعقيدة قتالية وطنية موحدة وإنما تنازعته الأحزاب لا يعني التقليل من قيمة الجيش اليمني ولا التقليل من قيمة أعضاء الجيش جنوداً وصف ضباط وضباط ولا يعني من التقليل من قيمة المقاتل اليمني الإنسان اليمني الذي يقدم التضحية الكلام كان ولا زال مصراً عليه أن نقطة الضعف التي تقسم ظهر أي دولة أن لا يكون جيشها ذو عقيدة قتالية وطنية موحدة تنأى بنفسها عن النزاعات السياسية تنأى بنفسها عن النزاعات السياسية نقطة وانتهينا من هذا الموضوع الآن نعود إلى القنط من رحمة الله واستغلال المجتمع الغربي لهذه النقطة المجتمع الغربي كان وما زال وسيستمر كغيره من المجتمعات الأخرى أيضاً في الشرق سيتآمرون ويبحثون عما يظنونه مصالحاً لهم المسألة أن لا أكون أنا عرضة تسمح لمن يتآمر بأن ينفذ مؤامرته فيها لا أستطيع أن أوقفه هو عن التآمر لكن أستطيع أن أرجع إلى الثغرات التي من خلالها تنفذ المؤامرات فأغلق هذه الثغرات وهنا يكمن الأمل الذي سألت عنه يكمن الأمل أننا لا نشك لحظة سجلوا هذا الكلام لديكم كنت حياً أو ميتاً هل يمن وقتها مقبل؟ ولن يمر بإذن الله عز وجل نهضة إقاف حرب ونهضة تقسيم لن يمر بإذن الله عز وجل عقد أو عقدين من الزمن إلا هو اليمن في طليعة دول المنطقة وأقول لأبنائنا الذين يدرسون في الخارج ويعملون في الخارج أعدوا نفسكم لهذا الوقت المعركة بكل آلامها بكل دمائها بكل جروحها بكل مآسيها بكل ما خلفت مما سنحتاج لمعالجته إلى سنوات ولا يمغى أن نستخف به ولا أن نستسهله ولا أن ندفن الجراح دون أن نطببها دون أن ننظف الجراح ننغلقها نخيطها على الصديد الذي فيها لا على الرغم من كل هذا هذه مرحلة سنقلب صفحتها عن قريب ما معنى هذا الكرام؟ لا تقنطوا من رحمة الله قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لكن أود أن أقول شيء ورسالة لشبابنا الذين ما زالوا يتعلمون أولا يا من تتعلم لا تذهب إلى جبهة القتال مع أي طرف مدوم تتعلم اذهب وتعلم نحن نحتاجك في معركة العلم اذهب وتعلم في أي مجال يمكن أن تؤدي به شيء للبلاد نحن سنحتاج إلى كل شيء في المرحلة المقبلة وعندنا في الشريعة شيء اسمه فرض الكفاية ومن فرض الكفاية أن لا تكون الأمة عالة على غيرها في أي مجال تشارك الآخرين لكن ما تكون عالة عليهم فنحن بحاجة إلى مختلف المجالات العلوم التطبيقية التجريبية والعلوم الإنسانية نحتاج لها فأي مجال تدرس فيه لا أريدك أن ترجع لي بشهادة أريد أبنائنا أن يرجعوا بكسب هذا العلم بمعرفة هذا العلم بقدرتهم على تطبيقه ليس فقط الشهادة بالتفكير في كيفية توظيفه لصالح البلاد والربحات لنفع البلاد والعباد لا بأس أنت الآن لاجئ في بلد أخرى وجدت بلد تستقبلك تستفيد من مهارتك انفع البلاد التي علمتك والبلاد التي وظفتك والبلاد التي قبلتك لاجئا واصدق مع الله في أداء النفع لهم لأن هذا من واجبك مؤمن صفتك مؤمنا أن لا تكون سيئا أن الله يحب دعمل أحدكم عملا أن يتقن من أحسن إليكم فكافئوه ترعى ذلك ولا تفسد في البلاد التي أنت فيها ولا تسبب في أذى لها ولا لأهلها لكن افهم كما يسمونه اليوم النوهاو أتقن هذا وفكر في كيفية نفع بلادك بعد ذلك به لكن في البعض عود وقد هم حداثيين والحداثين يطرحوا لنا أفكار جديدة لحنا فاهمهم ولهم فاهمنا وفي نوع من التقوق ما رأيك بالأطروحات التي يطرحوا الحداثين في هذا الوقت الصعب اللي الناس قاوعين مرضى مصابين يعانوا الحكم على شيء فرعنا عن تصوره وما زلت مصرا على تحرير المصطلح ما معنى حداثيين الكثير من المشاهدين أو المستمعين الكرام إذا سمعوا كلمة حداثي يخطر في باله التحديث بمعنى التطوير بمعنى التقدم بمعنى الصناعة أليس هذه الحداثي؟ هذا الذي نسميه تحديث هذا الذي نسميه تقدم هذا الذي نسميه تنمية التنمية كلنا نطلبها ونراها واجبا شرعيا ونراها واجبا شرعيا لكن الكلام هنا عن الحداثة عن رؤية فلسفية للكون رؤية فلسفية للكون الكثير من شبابنا يعني مفتونين بها بل كثير منهم مفكرين من أعمارهم الآن سبتين وسبعين سنة مفتتينين بها والبعض منهم لا يحدث معلوماتهم بعض من الحداثين لا يحدث معلوماتهم يعني يتحملوني تتصر صدورهم بمعنى أن الحداثة انتهت في العالم والعالم بعدها دخل شيء اسمه عصر ما بعد الحداثة والآن عصر ما بعد الحداثة آيل للسقوط ما معنى آيل للسقوط يعني ما بعد الحداثة الآن تنهار تنهار اقتصاديا تنهار عسكريا تنهار سياسيا وقبل هذا وأثناءه وبعده هي تنهار فلسفيا وقيميا والخطير في الأمر أن الحداثة انهارت بحلول ما بعد الحداثة محل الحداثة إيش كان الحداثة جاءت وأزاحت عصر النهضة عصر النهضة جاء وأزاحت عصر الظلام هذا التقسيم الأوروبي للمراحل هنا التقسيم الفلسفي جاءت ما بعد الحداثة وأزاحت الحداثة الآن ما بعد الحداثة تنهار لا بفعل الإحلال لم تأتي فلسفة جديدة تحل محل ما بعد الحداثة وإنما هي تنهار الآن لعدميتها هو محتواها عدمي كالنار التي تحرق بعضها بعضا يعني ملاجة تأثير كبير ملاجة لها تأثير ضخم وكل ما نحن فيه من تأثيرها حتى الآن الإيجابي والسلمي الفردية المطلقة الأنانية هذه رؤية حداثية التغول الدولة رؤية حداثية التخلص من مفهوم الدولة الأناريكية رؤية حداثية هي انعكاسات لأثر ما بعد الحداثة اليوم يعني أخذ أفكار مستوردة ونطبقها على مجتمع العالم اليوم يتنفسها حتى ما لم يأخذها حتى بعض أهل التدين الذين هم ضد أراء ما بعد الحداثة وفلسفة ما بعد الحداثة هم متأثرون بها من حيث لا يشعرون الرؤى الحزبية الحديث عن الديمقراطية بالمفاهيم الضيقة لرؤية واحدة للديمقراطية أو لنمذج واحدة للديمقراطية هي رؤية ما بعد عداثية الرأسمالية بنوعيها المتوحش والتي تحاول أن تدخل على نفسها الرأسمالية ذات العدالة الاشتراكية الرؤى اليسارية بمختلف أطيافها إلى أن وصلنا اليوم إلى التطرف اليساري في مسائل الجندر وغيرها هذه الريحة التي تحب علينا ويتلقاها الكثير من شبابنا دون أن يعطوا أنفسهم فرصة لدراستها جيداً بسبب آخر وهو ردة الفعل التي يعيشونها تجاه الدمار الذي يمورس باسم الدين تجاه القبع الذي خطبوا به باسم الدين واتجاه الكراهية التي تؤجج باسم الدين فوجدوا أن هذا أرحم من لك وتوهموا أن هذا سيعطيه متقدم وماذا تغذية الكراهية ضد آل البيت وانت لاحظت الحملات الأخيرة تغذية الكراهية ضد آل البيت وتعلم كإمام لا الآن أصبحت واضحة وقود مثلاً جماعة الأقيال والتحريط ضد الهاشمين واضح بأغلب مسائل الإعلام وهذه لا تأثير على النسيق الاجتماعي هذا من عمل الحداثين يعني مرتبط بنفس السياق لا هذا عمل ناس الله يشفيه نوياهم بس بحثوا عن الحداثة كغطاء كما بحث الكثير من الطامعين في السلطة بس إيش الموقف الديني من هذا الكلام كما اتخذ كثير من الباحثين عن سلطة الدين كغطاء اتخذ كثير من مرضى النفوس بالأحقاد والكراهية الحداثة غطاء يعني كل مبدأ ديني أو إنساني له جانب براق قد يعجب النفوس أو يعجب القلوب وهناك خرق بين أعجاب النفوس والقلوب أي مبدأ براق إنساني كان أو ديني دينيا كان أو إنسانيا يوجد من يحاول استثماره لصالحهم كما أن هناك من حاول استثمار الدين والجهاد في سبيل الله والتضحية والشهادة وما يترتب عليها من مكافأة وثواب لأجل حرد ضروس لا ليس الإسلام فيها ناقة ولا جمل أيضا يوجد من يحاول استثمار رؤى الحداثية التحرورية التي براقة بالنسبة لكثير من الشباب في إثارة الأحقاد والكراهية التي هو مريض فيها حتى الآن البيت؟ فكرة النواصب الجدد مثل ما صار في بريطا أمريكا كان المحافظون الجدد في اليساريون الجدد الآن في الغرب في الآن النواصب الجدد نواصب يعني الذين يناصبون أهل البيت العداء هذا الآن لديهم تشكل جديد استفادوا فيه من الجرائم التي ارتكبها الطرف المقابل باسم أهل البيت تعينا نتكلم بإنصاف توجد كالجرائم ارتكبت باسم أهل البيت وهال البيت منها براء كالردت الفعل العوجة ما هي ردت الفعل العوجة؟ مثل الذي مثلا رأى الإرهاب الذي يمارس باسم الجهاد في سبيل الله واحد يفجر نفسه في ناس أبريع يقولون أنه شهيد عملية استشهادية ومنتحر قاتل نفسه ثم إذا رأى ذلك يقول هذا الجهاد جريمة يقول يا أخي لمش الجهاد جريمة الذي فعله هذا جريمة وهو مش جهاد نفس الشيء الذي يراء ناس يسيئون التصرف مع الناس ويرون لهم حق التسلط على الناس بالسبب أنسابهم الشريفة فيقول لا ما فيش شيء اسمه أنساب وهذا للبيت ما لهم قيمة ولا لهم كذا الطرفان هذان كلاهما متطرفان بس كيف في أنساب من 1400 سنة ومحفوظة حتى الآن هل منطقي؟ النبي صلى الله عليه وإن كنت تتسألين من منطلق ديني لا ما يرددون بعض أنا هنا أو مثل البعض فهمتك إن كنت تتسألين من منطلق ديني أو من منطلق علمي توثيقي من منطلق ديني الله سبحانه وتعالى يقول إنما يريد الله يذهب عنكم الرجل أهل البيت يطهركم تطهروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا ويقول كل نسب وحسب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وحسب فهم باقي إلى يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم والنبي أخبر أن الذي يخرج في آخر الزمان الإمام المهدي من أهل البيت اسمه كاسمي اسمي أبي كاسمي أبي فالله سبحانه وتعالى قال إن شانعك هو الأبتر ألا يقول تعارض إن شانعك الذي شنعك بماذا شنعك بأنك ليس لك أولاد الله قال هو الأبتر مش أنت لي بتكون أبتر كان أحد الكفار يقول لدعوه فإنه أبتر إنه ما جاب أولاد ذكر فالله قال إن شانعك هو الأبتر أما أنت ما بتكون أبتر كله بني أبن فعصبتهم أبوهم لأبيهم إلا بني علي فأنا عصبتهم وأنا أبوهم وهذا مطبق لي سيدتي أبا أحد من رجالكم أن يسأل لازم نوع عنده معك يعني أنا ما أريد الحلقة تتحول إلى قصة أهل البيت لكن حاضر 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 الله أحفظك وشكرا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم نزلت في مسألة زيد الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم واعتبر أنه ما يتأثى أن يتزوج طريقته النبي لأنه كانت زوجة ابنه فقال ما كان أبوه ولكن رسول الله بدليل أنه هو صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه هذه الآية أخبرنا بأن كل بنو عصبتهم لأبيهم إلا بنو علي فأنا عصبتهم وأنا أبوهم هنا المشكلة وهي مسألة ردة الفعل المتطرفة أمامي ناس متطرفين مارسوا جرائم في حق الشعب اليمني باسمه أهل البيت باسمه النسب باسمه حق النسب وهذا غير صحيح يقابله أناس سيمارسون الآن جرائم أخرى باسمه إيش باسمه أننا نحن اليمنيين الأصليين وغيرنا مشهم يمنيين نحن الأقيال والقحطانيين وهذول اللي جاءوا هكذا وما لهم في البلاد الاثنين دعاة بغضاء بوقت ذات دعاة بغضاء دعاة فرقة دعاة تعالي أنت متأذي من تعالي هذا بنسبه أنت الآن رجعت تعالى بنسبك أيضاً التعالي الكبر البغضاء الكراهية لا يمكن أن تبني أمه ليس العلاج للإشكاليات التي نشأت من يستغلون نسبهم للإساءة إلى الناس أن ننفي وجودها للبيت لا سنة ولا شيعة ولا إباضية ولا حد يقول ما في آل بيت لا إساءة للصحابة ولا إساءة للبيت لحي مرة أخرى مرة أخرى من ناحية الدينية لا أعلم مذهباً من المذاهب الثمانية مش مذاهب الأربعة الأربعة سنة أضيف إليها زيدية اثنى عشرية إباضية ظاهرية تم في شيء اسمه استمرار وجود أهل البيت كلهم قالوا بأن وجود أهل البيت والتوسيق وكلهم قالوا أن هناك خمس الخمس من الفئ يعني القتال الذي يحصل بين المسلمين والمعتدين من الكفار يذهب الأهل البيت كما نصت عليه الآية القرآنية هذا مجمع عليه بين المذاهب كلها أنا الآن أتعلك الخمس لا ها تهلمنا عشان تكون واضحة أحسن اشتألتي لأن بعض الناس بيحاول يستغل هذه العبارة لهدف آخر في شيء اسمه خمس الخمس مش الخمس خمس الخمس من إيش؟ من الفئ ما هو الفئ؟ المال الذي يغنمه المسلمون عند القتال بينهم وبين كافر معتدي كافر حربي آية تقسيم الفئ القرآنية التي في القرآن قسمته على هذا الأساس مش خمس من التروات لا لا ولا خمس من النفت فإن خمسه لله وللرسول ولذي القربة إلى آخر الآية كانت أيام رسول الله هذه المسألة الفئ ليش؟ لأنه محرم عليهم الزكاة ولا أعطيك خمس من الراتب حقي لا لا خمس إيش؟ لا هذا المنشور يعني على أساس تخميسة زي ما يقول في مرة أخرى نحن في مذهبنا أهل السنة لا يوجد هذا لا يوجد أن تدفع خمس من ممتلكاتك لما يوجد هذا الكلام عندنا أهل السنة خمس الخمس من الفئ والفئ ما هو؟ عند أهل السنة من الحنفية والملكية والشافعية وأحد قولي الإمام أحمد بن حنبل هو نتاج الحرب مع الكافر الحربي طبعا السورة تضحت لأنه ما عدت باقش معنا وقتا أن نتكلم عن الإعلام ولهذا السبب مؤسسة طهبة مركزة على الإعلام بشكل كبير وهو مرتبط بكل المصائب الذين عيشت وخاصة الإعلام الجديد أو الإعلام المنفلت أو ما يسمى بالإعلام الاجتماعي إلى أي مدى الإعلام لاعب دور في خلق كل هذه الأمراضة الاجتماعية وفي أصلا مضاعفاتها؟ طيب أريد أغلق الموضوع لي قبله في أقل من دقيقة إذا أذنتني موضوع أهل البيت ثابت محبتهم من الدين بغضهم من نقص الدين لن أخجل أنا أقول هذا ليكوني من أهل البيت فيقال أن يدعو إلى نفسي محبة الصحابة و بغض الصحابة؟ بغض الصحابة من قل الدين الأدب مع الصحابة واجب لا لأنهم معصومين ولا لأن أهل البيت معصومين نحن أهل السنة لا نرى عصمة لأحد لا لأحد من أهل البيت ولا لأحد من الصحابة العصمة للأنبياء لأن العصمة متعلقة بالبلاغ فنحن نتأدب ونحب أهل البيت والصحابة لصلتهم برسول الله هؤلاء لأنهم أهله وهؤلاء لأنهم أصحابه ومن أحب أحدا وأجله احترم أهله وأصحابه من أجله أحسن أم أساء مع رد إساءة المسيء ونعم أن يستمر في الإساءة هذه القاعدة عندنا ولا نخجل من بيانها النبي يقول في الحديث الصحيح أحب الله لما يغدوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحب آل بيت لحبي لن نخجل من بيانه في نفس الوقت يا بني عبد المطلب اعملوا لأنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا من قصر به عمله النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب اعملي لن أغني عنك من الله شيئا فالأحديث صريحة بأن من قصر به عمله لم يتم له نسبه لم يكمل لهما هذا القصور شأن نسبه لو سرقت لا في أسوأ ولا في شيء لو سرقت فاطمة بنت محمد وحاشاها لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعته يدها وحاشاها عليها سلام الله هذه القاعدة الآن عن دور الإعلام خلص الصورة تضحة الله فالصورة أصبحت وابحة بالنسبة للتضحة تنين يعني خلونا نحن ندعو للحب لحب أهل البيت لحب الصحابة لحب السابقين لحب اللاحقين لحب الجار لحب حتى من يسيء إليه أنا أحب كل إنسان يا أستاذ حتى الكافر أنا أحبه نعم أنا أحب الكافر وأكره كفر الكافر أحب العاصي وأكره معصية العاصي أحب من يسيء وأكره إساءته المجرم وأكره إجرامه أنا لا أكره المجرم ولا أكره الفاسق ولا أكره العاصي ولا أكره الكافر أنا أكره إساءة المسيء ومعصية العاصي وإجرام المجرم وكفر الكافر وما أن الإعلام الذي ينشر أخبار مضللة ما الفرق بينها؟ أتكره الإعلام الذي ينشر أخبار مضللة بجيلش وأكره ما يفعله هذا الإعلام لا أكره الإعلاميين الذين يفعلون هذا طيب ليش انت جالس الفلسف علينا والناس في حرب ايش الفرق يعني بين كراهة العاصي لا الفرق كبير بالسبب جاء احد الاسباب في المصايب التي نحن فيها اليوم من الدماء والكراهية اننا غفلنا هذا الفارق بالامس كانت الناس عندما كان لديها وعي اذا اختلفت مع بعضها ادارت الخلاف على اساس الحجة والمنطق في الموضوع اللي مختلف عليه اليوم اذا اختلفت حولت الخلاف الى شيء شخصي فاذا اختلفت مع الاستاذة رحمة اتحول من نقاشي معها في الجزئية لان اختلف معها فيه الى الهجوم على شخصها هي الى اغتيالها معنويا الى الهجوم على شخصها لماذا لاني اجهل الفرق او يغيب عني الفرق بين ان اقف ضد رأيك او فكرك او سلوكك وبين ان اقف ضد ذاتك طب الا يعد هذا مثير ذا الفتن وبالتالي ما هو المثير الفتن ذهي الاختلاف الشخصي او تحويل الاختلاف من القضايا الى عداء شخصي ايه هذا لب الفتنة ايوه هذا لب الفتنة انا حاول اخرج منك تماما فتوى شرعية ما هي عقوبة نحن الاعلاميين لوما نحرض على الكراهية لوما نحرض العراض لوما نثير الفتن المسألة مش فتوى بقدر ما هي كل واحد منها يعامل الله موقف اخلاقي يعني يعامل الله يعني المنصب سيذهب الشهرة صدقوني تخذوا الكلام من شخصه تليب الشهرة لربع قرن والله 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 ليس في الشهرة قيمة لو كان للشهرة قيمة لكان لابليس قيمة ابليس اشهر شخصية في العالم لجهزة الشهرة هي القيمة لا يمكن قط ان نجعل القيمة مبنية على المظهر لهذا لا يمكن ان ابني خطابي على اساس جمع الناس من خلال الاحارة الاستثارة فكرة ان اقلد الشرق والغرب عميانا بان ابحث عن الشيء المثير لاجلب الناس من خلال الاعلام انا ما اخص الاعلاميين العالم كله اصبحوا اعلاميين من خلال الجوال اليوم كل واحد يستطيع اصبح كل واحد اليوم يستطيع يصوره صانع محتمى بس احنا صناعة المحتوى احنا ننفع الثمن بشكل رئيسي لانه في حالة حرب في دول تستقطب تدفع اموال وبالتالي اصبحنا ادوات لهم صحيح لا شك هذا موجود والاشكالي هذه موجودة وانا اقول عبارة كان قالها احد العلماء الافاضل لما شكوا اليه غلاء اللحم قالوا له يا سيدنا اللحم غلاء ماذا نفعل؟ قال ارخصوه قالوا كيف نرخصه؟ قال بالترك انت المشاهد لا تكون رخيصا لا تكون خفيفا هذه مسيرة للوقاية والحماية ليس فقط لقاية والحماية ايضا لتأديب صانع المحتوى اذا شعر كل صانع المحتوى ان كلامه الذي فيه اثارة وفتنة لن يتلقى قبولا لدى الجمهور لن يتحول الى تريند كما يسمونه لن يصبح هو الاكثر انتشارا وبالتالي يأتي له بمشاهدات اعلى وتفاعل اعلى ومال اعلى من خلال الوثائر مع ستنة المصارحة التي تقود لمصالحة أنا ما تكلم عن هذا لا أنا أتكلم عن شيء مهم الاثارة وهو الاثارة للاثارة للاثارة الاثارات الاحساد العناويم المروعة التي تكتب كل هذه الصناعة نفسها التي هي صناعة اقتصادية والتي يستثمرها من يريد مؤامرات من يريد حروب من يريد فتن لكن هي صناعة اقتصادية طب اتركه ماذا بعد الترك ماذا تنسي الناس اول شيء الترك تنسي الناس بترك الاعلام المضلل اقصد لا تترك لا تترك شيء كامل او قناة كامل كل شيء تجد فيه بداية حث او تجد فيه حث على صراع على كراهية على بغضاء على فتن على تحريض اي طرح يتحول من مناقشة الفكرة الى شخصنة الفكرة الى الذواء لا تستمع اليها لا تعطيها اذنك لا تكثر مشاهداتها ارسل رسالة انك ما تريدها تكون باقية هذا النوع التفاعل اللي يكون انك ما تريدها تبقى هذا وحده سيؤدب المنفلسين الذين لا يتعاملون بضمائرهم بمعنى انك انت اليوم تملك بالزرار رافع وخفض من يعرض بضاعته فارخصها بالترك ثانيا ونفهمهم عن طريق الشخصنا من يشخصين من لا يتناول قضايا هذا احد المعايير المهمة اي حدي يحول القضية من فكرة الى شخص عدف المؤفلس يعني مرة ثانية اي حدي يحول القضية من فكرة الى شخص هذا اول شيء افلس لانه لو كان له حجة ما بيحتاج يتحول الى مهاجمة الشخص اي حدي يختلف مع رأي شخص شخصين يختلفان في الرأي واحد منهم يناقش الفكرة وانا رأيي كذا والمسألة كذا واحد يتحول الى الهجوم على لا هذا خليكم منه هذا وصوه فعله وهذا فيه كذا وكذا هذا اللي يحولها الى شخص هذا مفلس مباشرة من غير سماع حجاج ولا شيء ليش تحول ليش لانه لإيه فلاسه تحول الى الطعن في الاشخاص طب الضوابط اما بالنسبة لاخوتنا الاعلاميين ايوه بالنسبة لاخوتنا الاعلاميين يعني كل مننا سيفعل قد دنيا انظر ماذا ستخله مهمتك مهمة عالية ومهمة وكثيرة وانا ضد اللي يسخف من قيمة الاعلاميين او اللي يحاول ان يجعل كلمة اعلامي وصمة بان الاعلاميين مجرمين واستغلالين هذا غير صحيح توجد نماذج سيئة اكيد زي اي مهنة زي اي وظيفة يوجد ناس سيئين لكن توجد نماذج عندنا راقية وتوجد عندنا نماذج محترمة ونريدها ان تزيد ونريد ان تكون انت اخي الاعلامية وانت اختي الاعلامية احد هذه الزيادات في النماذج العاقية في الاعلام لا تستعجلوا الانتشار الذي يتقن عمله سينتشر 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 ان الله لا يضيع عجر من احسن عمله وتصديق المعلومات بدون تحري انتك انت عتبتني قبل من غير ما نقول على ايش عتبتني على خلل اعماله مهني وكلامك كان صحيح الله يرضى عليك هذه شجاعة منكم يعطيك العقلاني هذه اكيد انني انتقد بعض الدول بدون ما اخذ معلومات كاملة الفكرة هي مهنيا بمعنى ما الذي يدفعه انه يستعجل وياخذ بدون تحقق من المعلومات ما الذي يدفع البعض احيانا الوجع احيانا الوجع في نوع اخر يدفعهم ارادة الانتشار السريع ما معنى ارادة الانتشار السريع فين الترنت ايش الكلمة اللي بتجيب ترنت ايش العبارة اللي بتجيب مشاهدات اكثر ايش اللي بيفرقع كما يسمو فلاش في الاعلام حتى رزدت الناس وقعها صديقوني يعني اخوتي واخواتي على ما انا اقل من ان اوجه احد منكم لا يعني لا الدعي استاذية عليكم ولا على احد في العالم انا اقل واحد لكن نحن محتاجين اليكم في بلادين على مستوى بلادنا نحن في حاجة اليكم على مستوى المنطقة نحن في حاجة اليكم على مستوى العالم أنا محتاج اراء علميين عالميين منا من قومنا والفرصة موجودة لكن كيف يصنعها طريقتين اما الفلاش الذي صحيح يضيء بقوة لكن بسرعة يخفت يحترق انتهي وهذا للأسف الكثير يتوجهون اليه واما بالصبر ما معنى بالصبر الجهد الشغل ان تدأب على الموضوع ان تقيم بحثك على الفكرة ان تبحث عن الاسلوب الصحيح في طرحها الاثارة الايجابية في طريقة الطرح اللا تستعجل الثمرات معي دقيقتين بس اشتك تستثمر اللا تستعجل الثمرات ايوه اشتك تستثمر الدقيقتين هذه برسالة طبعا تدائية اسلامية لمسلمين جميعا ولكن فيما يتعلق باليمن خلينا نعطيها الحلقتين هذه ايش رسالتك لليمنيين قيادة يعني نقول لا توجد دولة ولكن توجد سلطات مختلفة يوجد نظام بالضبط يوجد توجب الأنظم ورسالتك لليمنيين بشكل عام إخوتنا الذين حملهم الله عز وجل فقالوا أمانة المسؤولية في النظام في البلاد أعلم أن مهمتكم كبيرة ولا يمكن لأحدا ينظر عليكم أو يزعب عليكم المسؤولية التي أنتم عليها كبيرة وأسألوا الله أن وفقكم لأن تتقوا الله في هذه المسؤولية وأن تستشعروا أنها زائلة كما زالت عن من قبلكم ستزول عنكم ولكن ما الذي ستقدمونه للبلاد والعباد ابتغاء روان الله عز وجل كمية الفساد الذي نعاني المجاهد في سبيل الله منكم هو الذي سيثبت ولا يضعف أمام الفساد أنا أحتاج إلى مجاهدين في نظامنا في الحكم أمام الفساد ما معنا مجاهدين مش أن يحامل سيف يعني هو ما يخضع للفساد لا يقبل هو أن يسقط قبل أن تحارب الفساد عند الآخرين ستأتيك إغراءات كبيرة 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 ثبت أنت أمامها ثبت أنت أمامها ثباتك نفسه جهات في سبيل الله حاول أن تكون كلماتك جامعة أكثر للشمل من أن تكون وفرقة ما أستطيع أن أقول أكثر من ذلك لأنك أنت فعلها ثغرك أنت ترى ما لا أرى المعطيات تأتي إليك أكثر مما تأتي إليك نحن بحاجة فقط شيء أن نعيد الاحترام لوظيفة المسؤول اليمني أنا أشعر بألم بغيرة كيف نعيده للأحترام؟ أنا أشعر بألم بغيرة عندما ينظر أي شخص ما أكنت أحترمه من أي دولة أي مسؤول من أي دولة إلى أي مسؤول من بلادي على أن رجل له ثمن من فضلك كن غاليا لأنك غالي لا ترخص نفسك في هذه السوق والكلمة الموجهة لأهلي أبنائي وبناتي وإخوتي وأبائي وماتي في الملاد حملتم الكثير ودفعتم أثمان غالية وهي عند الله ليست ضاعة والله إن الله عز وجل يسمع ويعرى وهو أرحم بكم من أنفسكم وعما قليل تنجل هذه الكربة أعدوا عدتكم للانجلائها بالقدرة على المسامحة بالكلمة الطيبة الكلمة الطيبة صدقة بمديد العون لبعضكم البعض بالقليل من مديد العون أنت الله يكون كثيرا إذا نظر الله إلينا ورأى بعضنا يساعد بعضا بغض النظر عن كمية هذه المساعدة قبل أن ننظر إلى مساعدة الآخرين مهما كانت مساعدات الإخوة والجيران والآخرين نحن نساعد بعضنا لبعض ولو بالكلمة الطيبة بالتربيد نحن الشعب الذي اعتاد أن الذي عنده عشاء يقسم عشاء بينه وبين شاره هذه نريدها تحيا فينا فيما بيننا بعضنا لبعض نحن أولى ببعضنا من بعضنا أن نتراحم فيما بيننا ولشبابنا كما قلت قبل قليل أعدوا عدتكم للمرحلة لما بعد الحرب نحن نحتاج إلى كفاءات في كل شيء وكفاءات قوية في التخصص أمينة في الأداء متقنة في العمل مخلصة لله عز وجل في ذلك صلى الله لنا ولكم الحبيب علي زين العابدين القفري بئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات أشكرك لأشرين سبب أولا إتاحتك الفرصة لي كرحمة حقيرة ولقناة اليمن اليوم ولبرنامج بلا رحمة كل برنامج الرحمة إن شاء الله لا اليوم برنامج الرحمة إن شاء الله اليوم حلقتين مليئة بالرحمة وشعارها لا تقنطوا من رحمة الله حوار مثمر نافع مفيد جامع للجميع فيها الخلاصة مبشر بالفرق مشاهدين كما قال الحبيب علي القفري الفرق قريب ولكن استعدوا له بالتسامح والمحبة ولا تصدقوا من يحرضكم على الكراهية أو البغضاء أو الاقتتال نلقاكم الأربعاء القادم الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت صنعاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر